مرحبا برشد دالو عندك اول شي طاقة 9 الاكواب 8 الاكواب و 8 الاخصان ارى انك احتمال رحلت عن هذا الشخص في فترة من الفترات او سترحل عنه بسبب اختلافكم على الارتباط نفسه اختلافكم على العلاقة العلاقة مو قاعدة تروح في الاتجاه اللي حسيت ان المفروضة تروح فيه لانه قاعدة معاكس انت في طاقة التسعة واللي قاعدة صير طاقة الثمانية معاكس انت متوجه نحو شي الشريكة والحبيب تحس انه نوايا مختلفة باتجاهك في احتمال هذا من الاسباب اللي خلتك او بتخليك ترحل وين رح تروح في المستقبل ارى انك رح تروح نحو التسع الاكواب رح تكون سعيد في المستقبل او حاليا انت سعيد في حياة صنعتها لنفسك بدون مساعدة احد يعني طاقة التسعة دايما طاقة السولو الشخص المنفرد انت لوحدك ترو يخبرك انه لازم توجد لنفسك السعادة في محيطك في اشياء بسيطة في حياتك تخلق منها من الاشياء البسيطة اشياء كبيرة عشان هذا الشخص فعلا يدرك انه خسارك ويرجع لك بسرعة ثمانية الاخصان هي طاقة التواصل بسرعة ولكن يقول لك انه لن يحدث هذا الشيء اذا انت لم تكن فعلا كأنك تثبت لهذا الشخص انه انت رحلت ووجدت شيء افضل مو شرط شخص ممكن يكون حياة سعادة افضل اوجدتها لنفسك عندما تكون تتحرك من طاقة الثمانية الى طاقة التسعة وتكون سعيد تتحس انك فعلا يا برج الدين وسعيد هنا هذا الشخص يدخل عرض في حياتك مرة اخرى ويتواصل معاك ولكن التواصل طبعا مو معناته على طول ارتباط فاحبر وين تاخذ هاي الطاقة والحديث مع الحبيب يعني مو اول ما يرجع لك يتواصل معاك على طول تترك السعادة والحياة اللي حققتها لنفسك وترجع لان اذا رديت رجعت ترجع للوضع القديم الوضع اللي ما كنت انت سعيد فيه او تحس ان تستحق النصيحة القادمة لك شلون تأخذ منحة هذه العلاقة او رجعة الحبيب او دخول الحبيب الجديد في حياتك الى المكان اللي انت يسعدك مثل الزواج الارتباط ان يكون الشخص ملتزم معاك عندك اربعة الاخصان وهي طاقة الاساس والبيت والسعادة الشراكة بين شخصين ملكة الاخصان وهي طاقة نارية اثنينهم طاقة الابراج النارية وعندك كوبين طاقة السولميت وتسعة الاخصان اول شيء يا برج الدلو التارو قاعد يقول لي ان انت لازم تشوف هاي الاساس يعني انت اول شيء لازم تسوي لنا تثبت للحبيب ان انت قادر ان تبني شيء من السعادة وتوجد حياة جدا حياة مميزة لنفسك بعيدة عنها كوينوفاير استقلالية تفعل ما تريد من اجل نفسها وتحقق ما تريد لوحدها يعني ما يكون معاها حد يساعدها هذا الشخص احتمال كان يتوقع او يفكر انه بدونه هو خيارك الافضل وبدونه انت ما راح تقدر تسوي شيء في حياتك احتمال فانت لازم جدا تثبت للعكس وما يكون العكس بالتظاهر فعلا اوجد لنفسك وانت قادر لديك كل ما تحتاج لديك الذكاء الحنكة الكاريزمة انت استطيع ان تتلون باي طاقة اي برج عشان تنجز لنفسك ما تريد ارجع الى هواياتك الاشيال اللي تحبها وكبرها واعمل عليها اذا عندك علاقات انت صار لك فترة من الاهل والاصدقاء مقطوعة اعمل اعمل على علاقاتك الاجتماعية ايضا قوها خليك قوي من جميع النواحي وانجز لنفسك لان وقتها عندما تنجز لنفسك قلت لك هذا هو الوقت اللي رح يرجع فيه الحبيب رح يكون مصر يعني رح يعرض عليك كوب من الحب او رح يكون مصر انه يرجع في حياتك مرة ثانية عندك تسعة الاغصان طاقة العزيمة عزيمة تجاه ماذا تجاه انه يكون الارتباط مع ملكة الاخصان يعني هذا الشخص رح يكون مصر انه يرتبط بملكة الاخصان او الطاقة او الانجازات اللي سوتها ملكة الاخصان ليش تاري يخبرك انه انت لازم لما تحس نفسك وصلت لمرحلة ملكة الاخصان نجحت في الكثير من الاشياء فاحتمال ياخذ وقت لما تنجح في الكثير من الاشياء وتكون لك قاعدة قوية الكل يراها الجماهير تراها بعدها هذا الشخص رح يصر انه يدخل حياتك مرة ثانية او اذا ما كان موجود في حياتك رح يصر انه يدخل ويكون فيه تواصل وعلاقة بينكم اول شي رح يحرص انه فيه علاقة ثابتة علاقة معاك انت يراه جدا جذب هذا الشخص احتمال انه كان متردد او بطبيعته لا يأخذ القرارات بسرعة ولكن عندما يأخذ القرارات فهو جدا ثابت يعني اللي في بالي يسوي سواء طال الزمن او قصر اذا وقعت عيناه عليك وقرر انك انت الشخص المناسب له النهاية هذا الشي رح يصير بالنسبة له عندك ايضا كرت التنبرانس طبع برج القوس وعندك تسعة الاخصان ارى انك اول ردة فعل رح تظهرها للشريك او الحبيب احتمال عشان تذي اقولك هو شخص من الماضي او شخص عندك معرفة فيه او رح تعرفه لان اول شيء كردة فعل ملكة الاخصان ملكة لا تلاعب ولا تضيع وقتها يعني صح ملكة الاخصان تعطيك اوامر واحد من ثلاثة لازم تنجزها لانه هي ايضا انجزت لنفسها فلا تسمح لاحد ان يضيع وقتها فاول شيء اشوف انك رح تخبر الشريك بما كان يزعجك او بما يزعجك عنه هاي الشريك احتمال عنده امور كثيرة يمكن عنده شوية ديون على شوية انشغال كثير في العمل على شوية اطباع من مضح حياته متعود كل شيء يسويه باستقلالية وبدون ما يستشير احد احتمال من النوع اللي يسوي ما في باله كيفه متعود دائما يكون الحالة وما يسأل احد عن راية في اشياء معينة تضايقك في هاي الحبيب او الشريك رح انت تواجه فيها او تخبره ان انت ما تقدر تتحمل شخص بهاي الاطباع او بما حدث في السابق فاذا توجد اي بصيص اميل اذا هاي الشخص فعلا يبيرجعلك رح تقول له لازم واحد اثنين ثلاثة تسوي ارى ان هذا الشخص حين ندخل في مواصفات الشرك هذا الشخص عنده نوع من التعلق في شيء انت تشوفه شيء يضايقك او شيء غير صحي مثلا لازم الويكند كامل يكون مع الاصحاب او لازم كل ويكند يعمل كذا كذا او لازم اشوفه مثلا متعلق باكل معين هذا الشيء رح يضايقك هذا الشخص متعلق انه يصافر على كيفه ويقرر بروحه متى رح يصافر وين يصافر في اشياء معينة رح يضايقك في الحبيب هو يعملها لانه متعود انه يكون اعزب متعود انه يصرف على نفسه متعود انه يكون مستقل مثلك ولكن رح تخبره ان الشراكة لا تمشي بهذه الطريقة اذا يبي يكون شريكك لازم يتعلم يأخذ يعطيه ويستشيرك ويتخلص او يخفف من بعض الاشياء اللي بضايقك انت احتمال سهر الكثير نوم الكثير في شيء معين تفاصيل دقيقة بشأن الشريك رح انت تضايقك ورح تصارحة فيها ومصارحتك لا هي بداية التغيير رح يكون في الفترة القادمة هذا الشخص سيأتيك بعرض زواج او خطبة عرض زواج جاد وارتباط رسمي اوكي رح يأخذ وقته ولكن سيأتي وراح يكون من ناحيتك انت قبول ليش قبول انا اللي قاعدة اشوفه ان هذا الشخص فعلا احتمال ما كان واضح معاك في البداية ما كان ما يراويك مشاعرة كنت انت لازم كأنك اللي قاعد تكتشف تحاول تكتشف مشاعرة عندك ان طاقة السيف الصغير كأنك قاعد تحاول تكتشف الاكواب اللي عندها هاي الشخص شنو فيها شنو مشاعرة شنو نيته معاك دايما انت في هاي الطاقة هي طاقتك طاقة السيوف الهوائية ولكن رح تحاول تعرف هاي الشخص فعلا ما هي نية تتجاهك هل هو يعرض عليك الزواج لانه يحبك لانه يراك كشريك ولا لانه يريد ان يحصل على القرب باي ثمن فاذا كان الثمن الزواج رح يسوي رح تكتشف ان هذا الشخص فعلا يحبك حتى ولو كانت تصرفات شوي غير مستقرة وغير معبرة رأينا هذا الشخص لا يسوي الكثير من التصرفات اللي نابعة من القلب انتصان جدا يأخذ وقته يخطط يفكر يرسم يأخذ وقته الفارس البطيء فارس الخماسيات ولكن مع هذي كل التصرفات هو فعلا يحبك رح تعرف هالشي تكتشف من افعاله من تصرفاته انه فعلا يحبك وانت لحد الان اشوفك ما رح تكون فاهم هذا الشخص ليش يحبك جدا كثيرا بعمق ولكن يظهر لك شيء بسيط يظهر لك مثلا بس قمة الجبل الصغيرة اللي في النهاية ولكن الجبل بنفسه مشاعره العميقة لك جدا كثيرا مشاعر حب جدا عميقة ولكن انت ما تحس انه يظهرها لك بهاي الطريقة ايضا احس انه عندما يرجع لك انت يا برج الدلو دائما رح تكون في طاقتك الهوائية شلون يعني دائما رح تكون تنظر الى الحبيب بشيء من الخوف او الشك او الترقب اذا مو الحبيب او الشريك معنات الاخرين المحيطين بكم دائما كأنك ماسك السيف وقاعد تكون مثل رجل الامن تحمي هاي العلاقة تحمي هاي الارتباط تحرص ان تصرفات الحبيب تكون مواثقة مواثقة لك يعني وتحمي العلاقة من الاخرين تدخلهم في ما لا يعنيهم الضوضاء اللي يسوونها رح تحرص ان المحيط بينكم يكون قوي حيث ان مو اي احد يقدر يدخل ويعفس لكم الامور او يدخل في حياتكم رح تكون شوي حب الخصوصية في حياتك انا اشوف ان هاي الكارتو اوفاير الغصنين هو انت والشريك دائما فيكم بينكم انتو الاثنين في شخص يضحك اكثر من الثاني وفي شخص جاد احتمال يكون الشريك لان اشوفه مثل ما قلت لك لا يظهر الا جزء بسيط من مشاعره فدائما يكون في مرحلة مستغرق في التفكير والتخطيط دائما يفكر انتبر جدا له هوائي منطلق اكثر في احتمال انك تعبر عن مشاعرك لهالشخص في شخص اطول من الثاني اتوقع هو اطول منك بشيء شخص مكتنز اكثر من الثاني يعني شخص وزنه يعتبر ممتلئ وشخص ثاني اطول واضعف والشخص ايضا يختلف من ناحية الجدية جاد اكثر يعني مثلا صير موضوع معين موقف معين الكل يضحك انت تضحك هذا الشخص ينظر ويبتسم فقط وعلى طوله روح يرجع الى عقله ويقعد يحلل من الذي حدث معنى الموضوع يكون عادي موضوع مضحك دائما شخص يشوفه كثير التفكير كثير التفكير فيأثر عليه فياخذ الافعال متأخر نوعا ما يستغرق ويكون جدا يعني حذر مخطط كثيرا اوكي انت عندك كوين اف اير ملكة السيوف وهو عنده فارس لاكواب يعرض عليك الزواج الحب عندك سبعة الخماسيات ملك الخماسيات انا راح يكون في حديث بينكم ما راح تقبله على طول ما راح تقبل رجوعه على طول او اول ما يرجع لك راح يبين لك انه احتمال انت كنت مفكرة انه مأسس نفسه ومستعد للزواج مستعد للاستقرار ولكن كانت عنده امور تمنعه وتحتاج الى الانتظار عشان يقدر يعرض عليك الحب والزواج والاستقرار ما كان يقدر حتى لو انت كنت تشوفه يقدر بسبب منصبه بسبب عمله بسبب ولكن هاي الشخص راح تكتشف انه فعلا ما كان يستطيع ان يعرض عليك الارتباط كما انت تريد في هذاك الوقت او في الوقت اللي انت بيه برج ذله لانه كان فيه احتمال عنده شوية ديون شوية دراسة ما خلصها شوي ينتظر ترقية عشان يحس انك تمال عنده الاستقرار المادي والمعنوي ويعرض عليك الزواج شوف انسان جدا مستقر في وظيفته صار لفترة طويلة في نفس المجال او في نفس الوظيفة فحصل على الاستقرار نشوفه مستقر فعلا ولكن ايضا هو في مرحلة انتظار لشيء اكبر شيء افضل عشان يقدر عيشك بمستوى منيح بعد ما يحدث هذا الشيء من الانتهاء من الديون او انتظار نجاح البزنس بعد هاي المرحلة راح يأتيك ويعرض عليك الارتباط احتمال تكون متفاجئ لان اشوف انه لديك طاقة ملكة السيوف راح تتفاجئ انه على طول فجأة اتى وعرض علي الزواج والارتباط راح تكون تسأل نفسك ليش الحين شو معنى الحين بعد ما انا اسست لنفسي حياة وصرت قوية في حياتي الخاصة يش الحين قاعد يعرض علي الزواج شمعنى الحين رجع راح تكون تشك في الحبيب وفي نواياه لكن بعد تحليل طويل راح تكتشف انه فعلا الكوب الذي عرض عليك هو كان كوب حب يعني كل شيء سوا بدافع الحب اشوف شخص لا يريد ان يرتبط فيك وهو غير جاهز سواء ماديا او عاطفيا او او لانه يحبك يريد ان يرتبط في الوقت المناسب بالنسبة لكم انتو الاثنين وكان حس في السابق ان الوقت كان غير مناسب احتمال في انتظار هنا سبع شهور سبع ايام سبع اسابيع في رقم سبعة دا عادي تردد في عقلي ما بين فترة خلاص احنا راح نتزوج وارتباط الى فترة العقد نفسها عقد الزواج وعقد القران في فترة انتظار فان دايما راح تكون برج الدلو عالق في في طاقتك الخاصة وهي طاقة السيوف والعقل دائما تحاول احسك تحلل نوايا الحبيب وعندك شوية تشك وخوف منه صير شوي انتظار او تأخير من جانبه هو على طول تسحب السيف تكون مستعد ان تقطعها مرة اخرى تنهي العلاقة مرة اخرى او تنسحب من حياتها مرة اخرى بهاي الطريقة انت تكون يعني انت ما تكون من النوع اللي مستعد تنتظر مالكة الاخصان لا تحب الانتظار وصلت مرحلة من حياتك ما تحب تنتظر اما الشيء بالنسبة لك يحدث الان او لا يحدث تحب تكون واضح لانك هوائي لان طاقتك سيوف لكن يقول لك ان الحبيب شوي عند مرحلة انتظار فانتظر معه او بدونه ولكن المضوع سيأخذ وقت فلا تشكك في كل مرحلة انتظار وكل محطة فيها شوي تأخير لانه كن قوي انت لان اذا اتاك الحبيب وانت جدا مشغول وانت غير جاهز لن يقع عليه سيقع عليك انت لانه راح يكون عندك شيئين لازم تحافظ على توازنهم هاي نصيحة التارولك انجازاتك اللي حققتها في حياتك قبل ان تلتقي فيه لازم تحافظ عليها لازم تحافظ على توازنك في هاي الزواجة والارتباط لا تتخلى عن نفسك او هويتك بس من اجلا ترتبط يعني خلاص انا اتزوجت اترك هوياتي او الاشخاص اللي كنت اتعمل معهم في السابق الصديقات الاصدقاء الرياضة الاهتمام بالنفس لا تقع في هاي الفخ وتجعل كل حياتك تتمح وارحوا لهذا الشريك لان هذا الشريك يريد ان يكون مساوي لك لا يريد ان يكون هو الملك وانت فقط لتخدمه وتسعده لا شريك مساوي فيقولك ان تكون قوي عزيزي برج الدلو حافظ على توازنك توازنك جدا مهم في الفترة القادمة من اجل نجاح هذا الارتباط انت اللي لازم تكون متزن الحبيب متزن لديه طاقة ملك الارض احتمال يكون برج الترابي دائما الابراج الترابية يميلون او يلفت انتباههم جدا الابراج الهوائية مثل برج الدلو عندك بعد الجوزاء والميزان بسبب عكس الطبيعة مثل ما يقولون العكس ينجذب لبعضه نفس الشيء ولكن يجب ان تكون متزن حافظ على اتزانك قدر المستطاع كن في حب وكن في زواج وكن في ارتباط مع الشخص اللي يحبك ولكن لا تتخلى عن هويتك الخاصة وعن الاشياء اللي دائما كنت تسويها وتسعدك مثلا شرب القهوة في الصباح تنسى نفسك خلال هاي الارتباط لا تنسى نفسك هاي رسالة لك لان عرض هذا الشخص في الزواج راح يأتيك في عز انشغالك بحياتك الخاصة اذا حياتك حاليا فاضية فاعلم ان الحبيب لان يأتيك حاليا مسألة التوقيت راح يأتيك الوقت اللي انت انجز فيه شيء لنفسك ومنغمز في نفسك ومستمتع في حياتك الخاصة وقتها راح يأتيك يعرض عليك الارتباط الرسمي الكامل اس of earth يكون عنده من قبل هو عرض عليك الحب اس of cups الكوب ولكن راح يخدمها معاك بالخطوبة او بالزواج فوقتها راح تكون بين امرين او توازن بين شيئين بين حياتك الجديدة مع هذا الشخص اشوفك جدا راح تكون سعيد معاه واشوفه فعلا اطول منك وان دائما كنت تنظر له انه هو شخص انجز الكثير قبلك دائما تنظر له انه هو ملك الارض انه هو انسان جدا مستقر جدا واثق جدا كاريزما جدا كان يعجبك طبيعتها الارضية او استقراره ولكن كردة فعل من البداية من صادق خذلان او زعل بسبب عدم الارتباط في وقت سابق انت راح تتحول طاقتك الى طاقة ملكة الاخصان كأنك تقول له مثل ما انت انجز لنفسك انا باعد استطيع انجز لنفسي لما انت انجز لنفسك هذا الشخص راح يدخل ويعرض عليك الارتباط ارى انه شخص من النوع اللي جدا يفكر كثيرا قبل ان يتخذ اي خطوة هو هاي الجهة عند هاي الجهة يعني كثير التفكير وقليل وبطيء الحركة وعنده حب لاشياء معينة متعلق جدا في الاشياء المعينة اللي يحبها ان كان كورة ان كان تشجيع الكورة ان كان السفر من اجل حضور مباريات ان كان نوع معين من الاكل طريقة تقليد معينة متعود السهر مع الاصدقاء فيه شيء معين في هاي الحبيب انت راح يضيقك وتبطالب ان يغيره نصيحة اخيرة لبرج الدلو شأن شريك المستقل برج الدلو شريك المستقل انت مستقل انت مستقل يمكنك فعل كل شيء ما تختبع عندك حيوان اليونيكورن حيوان اليونيكورن هو اقرب حيوان من الحيوانات الاسطورية الى طاقة برج الدلو خصوصا برج الدلو اكثر من الابراج الهوائية ليش؟ لان البرج الدلو هو البرج الثابت الفيكست في المجموعة الهوائية اليونيكورن شوف قرب الصورة الحصان أيضا اليونيكورن عندك هنا إلى ماذا يرمز اليونيكورن؟ طاقة العقل اللامحدودة شلون يعني؟ حاليا الكثير يستخدم أحادي القرن هذا الحيوان الأسطور الجميل عشان يرمز إلى الجمال يستخدمونه مثل الباربي إنه هو حيوان مثل الحصان جميل لون وردي ولكن الذين لا يعرفونه عن حيوان اليونيكورن هو يرمز إلى الارتباط ما بين الأرض والسماء عند مثل القرن هذا القرن هو موجود على الأرض ولكن يساعده على رؤية كل شيء متعلق بالروحانية وبالسماء وهذه هي طاقتك الطبيعية برج الدلو طاقتك طاقة العقل المنطق الغير محدودة تستطيع أن تكشف عن جميع حقائق الأمور أنت موجود على هاي الأرض ولكنك هوائي بطبيعتك بدأ أن تستطيع أن ترحل ترتفع إلى أعلى وتشوف حقائق الأمور احتمال أن ترى حقيقة الوضع الرسالة لك اليوم أو أنت غير محدود أنت موجود على وجه الكرة الأرضية ولكن ارتباطك بالسماء جدا قوي فلا تخاف ولا تعتقد أنك لازم تختار أبدا تختار أما عرض هذا الشريك وأما حياتك ونجاحاتك أبدا أنت تستطيع بكل نجاح أن توفق بين الأثمين تحافظ على الحياة السابقة أو الأشياء المهمة فيها اللي أنجزها لنفسك إن كان مشروع إن كان حرفة إن كان دخل إضافي وأيضا تنجح هذا الزواج موسيقى